المثاق المثاق أمام البناء الشامخ للمؤسسات الدستورية فتقدم الأوطان يقاس من خلال رسوخ دولة المؤسسات وسيادة القانون فيها البحرين أسست نموذجا ديمقراطيا باعتمادها نظام المجلسين في عمل السلطة التشريعية خلاف المجلس الواحد ولله الحمد لدينا استدامة في عمل السلطة التشريعية من خلال إجراء الانتخابات كل أربع سنوات أيضا برنامج الحكومة والذي يقر من قبل المجلس التشريعي المنتخب هذا يعبر أو يعتبر تعزيزا للإرادة الشعبية جاء المثاق الوطني بمقومات أساسية من أجل الدولة والمجتمع ومن أجل أيضا العلاقات الخارجية للمملكة مع جميع الدول من ناحية الإقليمية ومن ناحية العربية ومن ناحية الدولية وأيضا جاء ليؤكد أساسيات الهوية الحضارية والتاريخية العربية الإسلامية لمملكة البحرين بعد إعلان الميثاق الوطني كان موضوع الدستور التعديلات الدستورية وهذا يعتبر خطوة هامة جدا من أجل وضع مبادئ الميثاق الوطني في الإطار التشريعي من أجل المسيرة الديمقراطية طبعا ميثاق العمل الوطني هو الأساس الذي يرتكز عليه شعب مملكة البحرين وجميع السلطات والذي انبثق عنه الدستور ومن ثم مجلسي الشورى والنواب والسلطات القضائية والتنفيذية وهو مناسبة وطنيا نستذكرها دائما في كل سنة في تاريخ 14 فبراير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر